في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الماضي عقدت الإدارة الأمريكية سلسلة لقاءات على مستوى رفيع وجرى حينذاك الاتفاق على ضرورة قلب الموازين على الأرض السورية فيما انقسم الحاضرون بشأن التدخل العسكري المباشر عن طريق فرض حظر جوي أو توجيه ضربة محدودة وقت ذاك رجح الخبراء أن يشهد شهر أب ضربة أمريكية تطيح قوة الأسد الجوية وها هي الإدارة تلوح بضربة وشيكة أشبعتها تحليلا ودراسة حتى قبل سقوط الكيميائي في الغوطة الشرقية وفي بحر الدراسات التي أعدت في الفترة الماضية بشأن الضربة العسكرية ثمت تقرير مهم استعادته في هذه المرحلة التقرير الصادر في نهاية تموز الماضي لضابط البحرية السابق والخبير في معهد دراسات الحرب كريستوفر هارمر وفيه يؤكد أن سلاح الجو السوري ضعيف جدا أمام ضربة محدودة من قوات البحرية والجوية الأمريكية تستخدم فيها أسلحة موجهة عن بعد هذه الضربة تتم من أماكن خارج نطاق الدفاعات الجوية السورية وبالتالي لا تعرض حياة أي أمريكي للخطر ومن السهل إنجازها بتكلفة منخفضة وهي تؤدي إلى تفسخ البنية التحتية لسلاح الجو السوري وتضعف قوته التي تعتمد على مقاتلات ثابتة الجناح أما الأهم في هذا النوع من الضربات والكلام لهارمر فهو تعطيل قدرة قوات الأسد على تسلم مؤن عن طريق الجو من روسيا وإيران وتزويد الجيش السوري بالمؤن والذخائر جوا وتمنعها من شن غارات على المقاتلين تتابع الدراسة فيقول هارمر إن في سوريا 27 مطارا 18 منها يسيطر عليها النظام بينها ستة يستخدمها فقط هي الدمير والمز والضبعة وطيفور ومطارا دمشق والأسد الدوليان والاثنى عشر الأخرى في حال جيدة لكنها متوقفة بسبب ضعف الموارد البشرية والمادية وهناك أربعة مطارات بيد المقاتلين وخمسة تقع في مناطق متنازع عليها المطلوب بحسب هارمر توجيه ضربة صاروخية أولية تعطل قدرة الملاحة تماما لهذه المطارات يتبعها غارات تعطل الإمكانات الباقية بعد ذلك قد يتطلب الأمر غارة بمعدل واحدة كل أسبوع أو عشرة أيام للتأكد من أن قوات الأسد لا تعمل على ترميم هذه المطارات لإعادة استخدامها يحصي هارمر 109 أهداف في مطارات الأسد الستة ويرى أن عدد مقاتلات الأسد لا يتجاوز المئة أما حاملة طائرات يو اس اس نيمتس الموجودة حاليا شمالية بحر العرب فيمكنها الانتقال إلى المتوسط في أقل من أسبوع وبحسب الدراسة فإن على متنها 48 مقاتلة F-18 ويمكنها شن غاراتها على مطارات الأسد من عرض البحر الأبيض المتوسط من دون الحاجة إلى إذن مرور في المجال الجوي لأي دولة أو الطلب من أي دولة فتح قواعدها لاستضافة القوات المهاجمة أما مقاتلات F-15 فهي موجودة في تركيا والكويت والسعودية والبحرين وقطر واليونان وإيطاليا علما أن انطلاقها من هذه القواعد وتحليقها في أجواء هذه الدول متفق عليهما مسبقا ترجمة نانسي قنقر